فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية تقدم في الحلقة الماضية حديث الشيخ المؤلف رحمه الله عن صيام عاشراء من وجه موافقة اليهود فيه أو مخالفتهم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صومه في الجاهلية قبل قدومه المدينة وقفنا عند قوله رحمه الله وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر وإن اقتصر على العاشر لم يكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيخ رحمه الله يقول بعض أصحابنا عن الحنابلة نعم يقول الأصلا يصوم التاسع والعاشر هذا هو السنة فإن اقتصر على العاشر فلا بأس بذلك لأن هذا هو الأصل فدل على أن صوم التاسع ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب والحكم فيه المخالفة لليهود في الصورة نعم ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشراء واتبع في ذلك حديث ابن عباس نعم وإن كان بعض الحنابلة يرى جواز فراد العاشر لكن لأصلا الإمام أحمد رحمه الله إمام المذهب على خلاف ذلك فإنه يكره الاقتصار على اليوم العاشر ويستحب ويؤكد أن يصام التاسع والعاشر عملا بالسنة الثابتة عن ابن عباس وغيره في ذلك نعم قال واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه نعم هذا هو الأصل الأصل أنه لا يفرد العاشر وإنما يصام يوما يصام يوم قبله هكذا وردت السنة ترجمة نانسي قنقر